الحدود مع لبنان أخطر حدود لإسرائيل على الإطلاق بسبب حجم التهديدات ولكرب البلدات الإسرائيلية من السياج الحدودية حدود تحرسها وحدتان إحداهما وحدة تابعة للرصد القتالية بواسطة ثلاثة خطوط ضفاع بينما الخطان المتقدمان مؤلفان من مجندات فقط الأول يعرف بالرصدات مجندات يجلس في قواعد عسكرية يراكبنا الحدود من على شاشات ضخمة تظهر ما تصوره عدسات كاميرات المراكبة المثبتة على طول الحدود نشاهد الشاشة ولا نحرك أعيننا عنها إطلاقا 24 ساعة باليوم سبع أيام في الأسبوع ندرس كل حجر في المنطقة عبر الشاشات نرى الخطر أولا ونستدعي القوات في الميدان إلى مكان الخطر بسرعة ندرك أهمية مهمتنا فنحن مسؤولات عن أمن إسرائيل من الجبهة الشمالية الإعلام العبري ينسب للرصدات نجاحات غير مسبوقة بإحباط محاولات لتهريب المخدرات والأسلحة إلى جانب محاولات للمتسللين الأفارقة اجتياز الحدود الخط الثاني مؤلف من مجندات تشغل المسيرات حيث لا توجد قوة ومشات في المنطقة تهرأ لأي حدث استثنائي بدونه الرصدات يشاهدنا الصورة من زاوية ضيقة الصورة تبدو أوسع عبر المسيرات الكاميرات في المسيرات ذات جودة عالية حتى في الليل يمكنني تكبير الصورة حتى أرى المكان الذي لا يمكنني التواجد به وكأنني أتواجد به فعلاً وعلى عاتقي ملقى مهمة مسح المنطقة قبل دخول المشات إليها وتوجيههم في الخط الثالث خط التمويه العسكري مكون من مقاتلين ينتشرون ويمتزجون مع البيئة المحيطة ويتكيفون مع كل أحوال الطاقس وكما تستثمر إسرائيل بالمراقبة وجمع المعلومات فإن حزب الله كذلك يمتلك رصدات على شكل عناصر بزي المدني يتظاهرون كرعاة أغنام ويصورون الحدود بل يذهب أحدهم إلى حد اجتياز الحدود ليمكث بالأراضي الإسرائيلية برها لا لشيء إلا لاختبار كيف تأتي القوة الإسرائيلية وما عديدها وعدتها ومن أين تصله ويعمل البعض الآخر من داخل مباني سكنية أما أخطر أساليب حزب الله بجمع المعلومات كما يراها الجيش الإسرائيلي فعبر كرصنة الهواتف المحمولة للجنود الإسرائيليين على الحدود وتعقبهم ومراقبة صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والثاني عبر تجنيد إسرائيليين يزودونهم بالمعلومات من داخل إسرائيل والثالث سلاح المسيرات وكلها أمور تثير قلق الجيش الإسرائيلي كل ذلك يقوم به حزب الله بغية تشخيص الحلقة الأضعف للجيش الإسرائيلي على الحدود جيش يقول إن حزب الله متطور ويولي أهمية للاستخبارات وبالتالي فإنه يستثمر بها كثيرا خلف الهدوء السائدي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تختبئ حرب استخباراتية سرية على جمع المعلومات ذلك أن إسرائيل وحزب الله يدركان أن المنتصر بهذه الحرب سينتصر حتما بالمعركة القادمة العلنية عمر ربيع قناة 24 نيوز الحدود الإسرائيلية اللبنانية